السلام عليكم أخوتي صحف طركم اليوم نهضر على أحد الفئة من الناس يعني ومو أحد المرض اللي هو الانيمي فقر الدم ذو كيف حتكون حالتهم في شهر رمضان يقدروا يصوموه ولا ما يقدرونوش نكتبوا معايا حاجة تفادوا انشاء إذا نبدو بتعريف خفيف فقر الدم عبارة عن مرض اللي حيكون ناتج عن نقص في كورية الدم الحمراء ولا في الهيموغلوبين كورية الدم الحمراء الهيموغلوبين والدورة الدموية بشكل عام ستكون مسؤولة على نقل الأكسيجين والمغديات من المعدة والرئة لكل أعضاء الجسم نسبة الهيموغلوبين في الدم تختلف ما بين الرجل والمرأة وكائن اختلاف مالكين موجود كبير بزاف عند الرجل نسبة الهيموغلوبين ستكون بين 13.5 و 17.5 جرام في الدسيليتر أما بالنسبة لمرأة ستكون بين 12 و 15.5 جرام بغدسيليتر أهم الأعراض اللي حتبان في جسم الإنسان يكون عنده فقر في الدم حتبان على البشرة لون البشرة معروف أنه يكون زهري ولا وردي في هذه الحالة حيولي لون البشرة بشاحب ويميل إلى البيض لا يوجد عينه هنا لداخل كنت ترى ما يلقوها شغوز لقوها تعميل إلى البيض ولا الإسفيران ولا الشحوب يعني لون شاحب لا يكون عنده تساقط في الشعر يكون عنده جفاف في الأضافر وتكسر في الأضافر يكون عنده فقدان للشاهية فقدان للوزن تعب وهن دايما كل يوم في هذه الحالة طبيب يدى شرك سيعطيك تدير تحاليل لكي يعرفوا ما هو السببت هذا الحالة وإذا كان عندك فقر في الدم يعرفوا ما هو السبب فقر الدم ويعطيك العلاج على الحساب الإنسان الذين تكون عنده الأنمي فقر الدم يقدر يصوم أو لا 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 يجب أن نعرفه بلا يعدنا حالتين الحالة الأولى سيكون عندنا فقر في الدم بسيط الحالة الثانية سيكون عندنا فقر في الدم حاد الحالة الأولى أمر عادي الإنسان هذا سيقدر يصوم ويتحمل قائل أعراض اللي يجوزوا عليه في نهارتا صيام ويفطر عادي لا يجب أن يجعل مجهود كبير ولكن لو كان يتعب روحه هذا الفقر في الدم بسيط يقدر مع الصيام يولي فقر دم حاد في حالة ما يكون عندنا فقر في الدم حاد وشمعتهم مثل نسبة الهيموغلوبين تكون بزاف من خافضة وتنقص حتى الأكثر من خمسين بالمئة فهذه الحالة قلوب اللي عندنا فقر في الدم حاد فهذه الحالة ننصحه المريض أنه ما يصومش ومام الطبيب يقدر يقول له ما يصومش لا يجب أن يتحمل الصيام وإذا صام وشفر الحب اللي يقدر يتحمل يجب أن يقصره وغير شفر الحب اللي عنده دوخة إعياء حيصاله إغماء يفطر ويكسر صيامه في بعض الحالات الإنسان اللي يكون عنده فقر في الدم حاد يقدر يكون عنده أصوص ياسون تع نازيف سما يقدر يكون عرضة لسان يومه زيادة على فقر الدم حاد عنده عرضة تع نازيف في هذه الحالة الإنسان اللي يقول له طبيب لا تصومش لماذا؟ على خطر يشكل خطر كبير على الصحة أهم نصيحة الإنسان اللي يكون عنده لانيمي أو فقر في الدم هي الغذاء يجب أن يكون غني ومتوازن يكون غني بلوفار لحديد وبالفيتامين س كنا نعرف على علاقة بنا من أهم الأغذية التي تكون غنية بلوفار وللحديد مثل الخضروات لدينا البروكلية القراءة الأخضر السابانيخ البسباس وحتى لادس بلا ما نساوي اللحم الحمراء ستحتوي على كمية كبيرة من الوفار وللحديد والنسبة للإمتصاص للحديد واللوحوم الحمراء ستكون كبيرة بلا ما نساوي فيتامين س عصير الليمون أو الأورنج غني بالفيتامين س سيعاون ما شاء الله فيتامين س يعاون بزاف الامتصاص واللوحوم الحمراء كاللوحوم الحمراء ولا خضروات بلا ما نساوي بالأهم نصيحة لانسان يكون عنده فقر الدم كان بسيط ولا كان حاد إذا صام أنك لا يجب أن تقع مجهود كبير وإذا شرحك تعبت لازم من الأحسن أنك توقف السيام ذو كل حقنا على الفيديو إن شاء الله ستستفادوا معنا دوك مدابية هنا في الكمنتر قولوا لي ما هي أهم الأغذية ولا الخضروات ولا اللوحوم الحمراء ستكون غنية بالنفار ولا بالحديد سلام